اشتركوا في القناة 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 مع المهندسين المعماريين بالعكس كانت العلاقة كانت ايجابية كان حوار مستمر كنا دائما كانت طلقاو فهمتكنا كانت طلقاو معاهم كهيئة للمكتب الجاوي لهيئة المهندسين المعماريين وكانت طرحوا الاشكاليات وكانت تحاوروا وهم كيتفهموا وحنا كرتحنا الامور اللي كانت تكون مقدور عليها ما كان نرفضوهاش وكان نتعاونوا عليها وكثير من هات الشي كثير من هات الشي تطوير تطوير يعني المنصة ديال الرخص طوائمة اللي تعمتوا للات وطنيا اولا هما كيأكدوا بانا كانت ايجابية في المرحلة السابقة وانا هما كانوش كيحتاجوا يتنقلوا لدار الخدمات او يشوفوا شي مسؤول باش الرخص ديرهم توقع المشكل ما شيف الرقمانة المشكل فحواج خلا مشكل فالعنصر البشاري اللي كيستعمل الرقمانة الرقمانة كتر من هات الشي نقول لك العائد دياله ما شيفه فقط تخفف على المهندسين المعماري المقاولين ساهم في تحسين ترتيب المغرب مغرب حسن ترتيب المغرب وفق المؤشر ديال دوين بيزنس ربح المغرب واحد اتناعشر نقطة في البداية يعني الصورة ديال المغرب تحسنات نتيجة اعتماد مدينة الداربيضة لهذيك الرقمانة ولي التعملات من بعد هات تحسين ديال هات الترتيب العائد دياله شناوه العائد دياله هو مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في المغرب اللي كانت رتفعت اليوم امام هاد العراقيل اللي كينه في مدينة الداربيضة وفي غيرها اتطاقه في المغرب كامل لك لم يكن يعرفه شكون دابا اللي كيسير للجماعات تراجعت تنسبة الاستثمارات الأجنبية بكتار من ثلاثة وخمسين في المياه هذه الشي كيعني انه العملة الصعبة مكدخولش كيعني فقدان مناصب شر كيعني فقدان التقاف في المغرب كيعني 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 بزاف الحويش ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا